أخيرة بالنسبة للنواحي الدفاعية نواحي مميزة جدا علشان كده بكرة بكرة بإذن الله الفرصة اللي تتاح للعب النادي الأهلي مهم جدا مهم جدا التسجيل خارج ملعبك دي بتفرق كتير جدا يعني المباراة اللي بتخرج خارج ملعبك بالتعادل السلب صفر صفر مباراة بتبقى صعبة على ملعبك لقدر الله الفريق المنافس لو أحرز هدف بيصعب الأمور محتاجة هدفين لكن لو جبت هدف خارج ملعبك بيديك دفعة معنوية كبيرة جدا بتساهل عليك المهمة بشكل كبير نتمنى النادي الأهلي بكرة لعبة يكون من حلفة التوفيق ويقدروا بكرة إن شاء الله يقدروا يحرزوا هدف وتكون نتيجة إيجابية بمشيئة الله عايزين من بكرة إن شاء الله لمباراة العودة يوم 25 ما فيش بقى يا جماهير النادي الأهلي العظيمة يا جماهير النادي الأهلي الكبيرة لما بنشوف النهاردة شركة تسكرتي وهي بتطرح التذاكر بعد 30 ديئة نفات كل التذاكر إحنا وثقين بإذن الله استاد الرعب استاد القاهرة هيكون مليء بأكمله النهاردة بقول لحضراتكم بعد طرح تذاكر عن طريق شركة تسكرتي بعد 30 ديئة نفات كل تذاكر مباراة الأهلي والتراجي مباراة العودة من هنا من بكرة للمباراة التانية عايزين نافل على فرقتنا عايزين كل الدعم كل المسندة مفيش أصلا عايز مين يلعب ومين ما يلعبش لا احنا بنتكلم عن النادي الأهلي مفيش مين يلعب ومين ما يلعبش أي لعيب يلبس شركة النادي الأهلي كلنا وراه كلنا مساندين خلي بالكوا كل ما المباراة بتقرب بيتلاقوا كم الشائعات وشفناها قبل مباراة بكرة محمد الشناوي ولا مصطفى شبير يا طرى محمد الشناوي لما يرجع هيلعب ولا مصطفى شبير في عكوبة توقع على محمد الشناوي مش شفنا الأخبار دي شفناها خلال 3-4 ايام اللي فاتوا إيه اللي أفل الكلام ده وإحنا بنشوف محمد الشناوي وهو بنزل على صفحيته الشخصية وهو بيحضو مصطفى شبير بيشوف محمد الشناوي هو مساند ومسافر مع الفرقة علشان كده دور جمهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية أو السبع 8 ايام اللي جايين مهم جدا مهم جدا في دعم ومساندة الفريق مش عايزين نلتفت لأي شائعات عايزين كل همنا كل همنا هو فريق النادي الأهلي دي بعض اللقطات للعيب النادي الأهلي النهاردة والتحرك للتدريب الأخير قبل مباراة الغد بإذن الله شايفين اللعيبة شايفين التركيز شايفين الدنيا مقفولة عليها بشكل كبير هناك دي بعض اللقطات حصرية طبعا لينا ليه قناة النادي الأهلي كل البعثة لعبين الجهاز الفني الجهاز الطبي الجهاز الإداري اللي كله هناك على قلب رجل واحد طيب علشان كده بقول لجماهير النادي الأهلي خلال السبع تيام 8 تيام اللي جايين عايزين تركيز كبير حوالين فرقتنا مش عايزين نلتفت للشائعات مش عايزين نقول مين هيلعب في الدفاع لا أنا عايز فلان وفلان لا أي واحدة يحطه مستر كولر احنا كلنا وراه كلنا مساندين ليه كلنا داعمين ليه علشان الفترة دي فترة مهمة جدا محمد الشناوي وتواجده مهم جدا محمد الشناوي على العكس زي ما الناس كانت بتقول خلال يام اللي فاتت دوره مهم جدا داخل الفريق نقل الخبرات كمان دوره مع مصطفى شبير هي دي روح او الروح اللي بيتجيب دايما بطولات للنادي الاهلي خلونا نروح لفاصل سريع طيب قبل ما نروح لفاصل خلينا نروح نشوف التقرير ده عن الاهل جاهز لمواجهة الترجي وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل نجمي الاهل السابق كابتن عدل طعيمة نجمي الاهل السابق كابتن ماهر همام الصحفي والنقض الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري والمحلل الفني والرقمي الدكتور أحمد بيومي ولكن